طيب خلينا نروح للقاء تاني مع كريم أحمد وزماننا من أرض الملعب ولقاء مع الكابتن محمد مسلح ميدو المدير الفني تفضل يا كريم بستمري معك يا كابتن عيسا ومع كل المشاهدين وجمهورنا العظيم جمهوري للنادي الأهل مبروك الحقيقة النهاردة الفريق رجال الكرة للطائرة موجود أكثر من رائع الحقيقة وكل الأمور دي بنا نتكلم فيها طبعا مع المدير الفني لكابتن محمد مسلحي طبعا مبروك يا كابتن ميدو وفي البداية موجود كبير جدا ممكن بقول 3-0 دي ناس بتشوفها سهلة شوية لكن جوه الجيم الحقيقة موجود كبير والتحضيرات كمان بتكون أكبر حطينا في الجيم الأجوة ماشية ازاي وكلمنا نهاردة عن رضاك نهاردة عن المبارا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نهاردة يعني ماتش الحمد لله في المتناول لعبت كل التريبان اللعيبة اللي تسجلوا عندنا بس الإصابات هي المؤثرة شوية لأنها كنت بلعبتين سنتر بلوك بس عبوا محسن لو قدر الله وكان حصلهم حاجة هتبقى مشكلة كبيرة كنت مجاهز يعني حسام هو حسام موعد بس هو الوحيد اللي ممكن ممكن يقوم بالدور ده يعني يعني الماتش كان كويس بدايته كانت اكوال يعني كانت متساوية ما بين الفرقتين لكن الحمد لله بالإرسالات والبلوك الحمد لله قدرنا نحنا نفرق كتير قوي بالشوت الأولاني والماتش يمشي مرتاح الحمد لله تحضير النفسي مهم جدا الحقيقة كنت يموت بنسبالك ومع التحضيرات الفنية الأكتر من رئيس بالنسبالك عندنا خبرات كبيرة وعندنا لعبين شباب لكن الدور الكبير جدا وفاو التحضير النفسي من الدفع تكون مستمرة بشكل كبير جدا في كل مبرارة واحد دي لايدي دايما يعني بتحطي تحت ضغط واللعيبة بتحطي تحت ضغط والمدير الفني متحطي تحت ضغط والإدارة بتحطي تحت ضغط كبير جدا من الجمهور لأننا دايماً مركزنا لازم يبقى الأول والناس كلها عارفة كده حتى يعني فيه لايحة داخلية عندي في الفرقة في المطشاط دي في دور التمهيد إذا خسرنا شوت الفرقة كلها هتخصم لها فلوس فأنا بحطهم تحت ضغط أصلاً نفسي قبل ما نبتدي زي في الجد أو في النافسات اللي هتبقى تقيلها أو في المطشاط اللي هتبقى تقيلها إن شاء الله الدور الجاي إن شاء الله المرحلة احنا خلاص يمكن ماشيين فيها بشكل جيد جداً لكن إمتى هنخش في المرحلة الأصعب ومرحلة الأقوى اللي محتاجة مجود أكبر وترجيز أكبر كتب إن شاء الله من الدور الجاي الدور اللي هو القبل النهائي إحنا إن شاء الله هنلعب بالجيش وبترو جيت دي مجموعتنا ومصر البترول هنلعبوا مرايح جاي دي طبعاً مطشاط تتبقى كويسة جداً وتأهيل الدور اللي هو الدور التمانية اللي هو الترتيبية لأن إحنا هنلعب من واحد لتمانية دور واحد دي برضو هتبقى أصعب والبليوف طبعاً ده هو بقى اللي فيه كل الشغل كله اللي هي بتاع السنة إن شاء الله إمتى نقدر نستفيده ونستعيد الإصابات بقى بشكل كامل هل فيه وقت شوية كنتميده معنا ولا نقدر برضو نخشها مبورات اللي جاية يعني في عدد محدود شوية بالنسبة للعجل يعني هو عدل هو على وشك إن شاء الله أنه ينزل يوم الأربع عبد الرحمن سعودي صبعه فيه شرخ هيعمل برضو شيئة ونتطمن عليه قد بلسه لو حوالي أسبوعين عشان بس حتى يخش في الفورمة ومحمد رمضان هو عيان شوية لكن إن شاء الله يومين كده ولا حاجة إحنا مدين أجازة بكرة وبعد بكرة إن شاء الله يبقى في الملعب بإذن الله حبيب ده كابتن شكراً جزيلاً بنشكر أكيد كابتن الكبير كابتن المحام الصلح المدير الفني لفريق رجال الكرة الطائرة فوز مهم جداً حقيقة كابتن عيسى من نهاردة بنأمل إن شاء الله بإذن الله يستمر النادي الآلي في السلسلة الانتصارات والحفاظ كمان على بعد لأن المرحلة الإصابات مهمة جداً عندنا فقد كبير فيها اللاعبين لكن إن شاء الله مع المجهود الكبير اللي بيبذل من الجهاز الفني والجهاز الطب إن شاء الله نقدر نستعيد كل اللاعبين أقل مصابين ليشاركوا مع النادي الآلي في المرحلة القادمة زماننا كريم أحمد بن أرض الملعب بشكرك شكراً جزيراً يمكن كان لقاء مهم مع كابتن محمد مصالح حميد وهو يعني طبعاً نتكلم عن معاناته مع الإصابات ووضع طبيعي جداً إنه أنت يحسن الإصابات والحمد له إنه الإصابات دي جات بدري